شاري العلاقات الأسرية على مداخلة شكراك يا دكتور خلينا نرجح تاني نشوف أنواع وعقوبات التنمر في عقوبة التنمر الوظيفي التنمر الوظيفي اللي هو في حد بيتنمر على حد زميله في العمل يعني أو وسائل النقل والمصالات العقوبة التنمر الوظيفي أو تنمر وقع في وسائل النقل والمصالات بتكون حبس السنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في عقوبة التنمر الإلكتروني المشارع المصري القانون الجنائي المصري حدد عقوبة المتعلقة بالسب والقصف والتشهير والإهانة على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وسلوك الانترنت العقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات لانده كده اتنمرت عليه واستهزأت به على وسائل التواصل الاجتماعي يعني مش مكان خاص يعني طيب ايه شروط التنمر يعني برضو عايزين نعرف المعيير اللي أنا أقدر أحكم به عن اللفظ ده أو الفعل ده عبارة عن تنمر معا مش كل واحد أقوله واحد كلمة هتبقى تنمر يعني أو سخرية ففي شروط التنمر عندنا أربع شروط واحد النيا العدئية تعني الضرر الواقع والناتج عن الفعل يعني يعني كده في نية عدئية واضحة نتج عن فعل ناحية شخص معين فيها تنمر الحاجة التانية عدم توازن القوة بين المتنمر والضحية يعني فيه فرق واضح هيبقى فيه فرق واضح بين المتنمر والضحية المتنمر ده يبقى شخص مثلا رئيسه في العمل بيبقى شخص عنده قوة بدنية أكتر من الشخص التاني اللي هو المتنمر عليه بيبقى فيه فرق واضح بين الاتنين وبين بعضيهم فيه حاجة تالتة بتكون عبارة عن تقرار التنمر على مدى فترات زمنية متقربة يعني مش مرة واحدة قال له حاجة فخلاص بقى يعتبر كده تنمر لا بيقرر الحاجة دي باستمرار بيقعد طول الوقت يقول له يا كذا يا مثلا يا طويل يا اللي مثلا ودلك طويلة يعني حاجات من هذا القبيل يعني تمام فبيبقى فيه تقرار زمني للمدة وللفعل اللي هو خاص بالتنمر يعني العقوبة الرابعة اللي هنتكلم عنها بقى كل اللي احنا تكلمنا عنه ده بشكل في إطار لوحده وعقوبة التنمر على زويل لاحتاجات الخاصة دي مصيبة كبيرة جدا خالص تم تغلص العقوبة على الأشخاص الذين يتنمرون على ذوي العاقة لتصل إلى الحبس خمس سنوات المشرع شدت العقوبة خلالها خمس سنين حبس نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه يعني الشخص العادي العقوبة بتاعته سنة وبتبقى الغرامة عشرين ألف ومزيتها عن مئة ألف لكن الزويلة احتاجات الخاصة ليس لهم حول ولا قوة مش هيعرف يدفع عن نفسهم ربنا سبحانه وتعالى رفع عن زويل يعتقد الخاصة القلب يعني مش هيحاسبهم فمش ما يجيش أي حد يتنمر عليهم يسخر منهم يتري عليهم فطبعا شدد العقوبة خليها عبارة عن الحبس سنتين وخمسين ألف جنيه غرامة حد أدنى ولا تزيد عن مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طيب وفق مجلس النواب وصدق عليها السيد رئيس الجمهورية في الدورة للنقاد الثاني من الفصل التشريعي الحيالي تمام؟ إذا وقعت جنيمة التنمر من شخصين أو أكتر أو كان الفاعل من أصول المجنة عليه يعني قريب زويل الأعقوبة ده أو زويل احتاجات الخاصة قريبه أو من الموالين لي يعني هم خائمين على تربيته أو ليه سلط عليه كان شغال عندهم مثلا في أي مكان يعني ده بيتضعف العقوبة العقوبة بتضعف عقوبة التنمر بتتضعف معاه وتصبح بقى إيه بقى وتصبح ثلاث سنين سجن ولا تزيد عن خمسة وغرامة بتقلش عن مئة ألف جنيه يعني كلما التنمر يزيد أو يقرر التنمر مع زويل احتاجات الخاصة بيحصل له زيادة في العقوبة وزيادة في الغرامة مئة ألف جنيه حد أدنى ولا تزيد عن مئتين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كيف أنا أتصرف إذا تعرضت للتنمر هتصرف إزاي؟ أنا شخص حصل لي تعرضت للتنمر إيه اللي أنا أقدر أعمله علشان خاطر أدفع عن نفسي أردت الفعل بتاعتك سيطر على أردت الفعل ولا تبدأ المتنمر الحديث معه في نفس الفعل يعني أنا حد تنمر علي ما نفحش أن أنا أبدله نفس الحديث أختبر الكبار اختبر الكبار أخبر الكبار إن أنا حصل ليه تنمر إن كان طفل صغير أخبر والدي يعني أخبر بابا أو ماما إن أنا حصل لي كده تنمر في المدرسة أحتفظ ببعض الأدلة بعض الأدلة زي إيه مثلا؟ زي الشهود أو الكاميرات دي بتبقى معي في المكان عشان أقدر أقدم دليل إن أحد تنمر علي أبلغ عن المتنمر عليه بحتفظ بكل الأدلة دي وجمعها وابلغ عن المتنمر عليه دي علشان خاطر أثبت إن أنا حصل لي تنمر ربنا سبحانه وتعالى رفع القلم عن زويل احتياجات الخاصة زويل احتياجات الخاصة دول ناس ليس لهم حاولة ولا قوة بيبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم القلم ما نجيش إحنا نتريق عليهم وربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون هو أحسن مني يعني زويل احتياجات الخاصة ممكن يكون أحسن منك انت كشخص عند ربنا سبحانه وتعالى فإحنا بيبقى مفروض نحن يكون في رأفة بيهم ونكون اللي متوالي لي أو متوالي تربيته سواء قريبه بقى أو حد يقرب له أو حد بيقام على تربيته تمام؟ يكون في رحمة بيهم يعني